الرئيس وكما عوادنا تحدث بمنتهى الوضوح والصدق حول الأزمة الاقتصادية وتكلم ايه لأزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية كان لها صدمة كبيرة على العالم وعلينا فاكرين اما رحمة كنا بنقول يا سادة يا كرام هذا التضخم تضخم مستورد ده جيلنا بسبب أزمة من برة مش احنا اللي تسببنا فيه احنا دي مش احنا المجتمع ومش احنا الشعب ومش احنا الدولة ومش احنا المؤسسات ومش احنا الحكومة على الاطلاق لاحنا اللي حاربنا ولاحنا اصلا ضالعين في هذه الحرب احنا بنتحمل نتائج حصلة في العالم خلونا نسمع الرئيس في هذا الموضوع قال ايه بالضبط ونرجع نكمل احنا بنبجل اقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها دي وهي ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها على العالم كله على دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء لكن الازمة بتاعت كورونا والازمة بتاعت الازمة الروسية كانت لها يعني صدمة كبيرة جدا جدا على العالم وعلينا لكن احنا حاولنا بقدر الامكان وبنحاول ان يكون اقل تأثير ممكن واحنا ان شاء الله يمكن اتصور شهر او اتنين بالكتير نكون كل المعوقات اللي جبلنا بنتكلم فيها تكون خلصة شهر او اتنين بالكتير ده شيء رائع المعوقات هنا انا اظن مش على معوقات الازمة الاقتصادية العالمية لكن المعوقات المتعلقة بمصار الاستثمار في مصر